أشد المحاور تأثيراً على الناس محور السلطان محور السلطة محور اللي عبر عنه في صيغته العليا والكبرى فرعون أنا ربكم الأعلى حديث غريب يقول كل نفس أظمرت ما أظهر فرعون فرعون أظهر قال أنا ربكم الأعلى لكن كل نفس أظمرت يعني بقرارة قلبه يريد يكون رب الناس الأعلى بس ما يقدر يريد يكون شيء يريد يذكرون ناس يريد الناس يرفعون من شأنه يريد يقعدوا في صدر المجلس حب السلطان يعني أن يكون سلطاناً شوف ربما أنت تقول له أنا ما أريد أكون سلطان لا أنت تريد إذا تفتش في أحماق قال لك تشوفه تريد بس مشكلتك ما عندك ثقة توصل يصير سلطاناً فرد واحد نقل قال واحد من الأخوة كنا نعيش في المهجر ويا بعض أصدقاء نروحوا نجي يعني نتعامل مع بعضنا كأخوة هذا يوم اللي رجع على وطنه صار صاحب منصب كبير ففتشت عن رقم تلفونة اتصلت به يقول يوم اللي اتصلت اتصلت بشوق يعني بشوق سلام عليكم فلان قال عليكم السلام من يتكلم قلت لفلان صديقك صاحبك قال شوف أنت الآن تتكلم مع فلان وزير وطبق التلفون يوم اللي ما عنده شيء لا زيد حباء طيئة تواضع خلوق لكن جربه يوم اللي تعطيفه للنمس لو صار شرطي مرور الأرض متشيلة بالله شنو يوقف السيارات من هالصوب ومن هالصوب طبعاً في بلادنا بعدهم شرطة المرور في بعض الدوارة تشوفوا شيء شرطي مرور فيها البلاد ما يحتاجون شرطة مرور الإشارة حمرة أوقف إشارة خضرة يمشي صفرة وخذ احتياط شرطي مرور يسوي هيتش وهيتش بقول الله تفيد واحد كان يقول هذا هذا متدري منه هذا شرطي مرور يعني شنو سوي هيتش وهيتش يعني يوقف الزيارة متشيل الأرض هذا شوي يرتفع أكثر إن الإنسان ليطغى يعني يعني يسر عنده طغيان أن رآه استغنى يوم اللي يشوف ما يحتاج للآخر يوم اللي عنده حاجة لا يتواضع بس يوم اللي ما يحتاج ما يحتاج مال ما يحتاج منصب ما يحتاج حتى علم آفة العلم الغرور